موسيقى 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 السلام عليكم شباب وياكم مرتضى الجليحاوي شركة هواوي دائما كل سنة تطلق لنا جهازين من نوفا السنة اخر تسريبات ظهرت بانه الشركة مستعدة لاطلاق جهازين من اسم نوفا هو نوفا 5 و نوفا 5 اي ممكن ان نوفا 5 و نوفا 5 ابرو حسب ما اتسربت صور من وسائل الاعلام الصينية هذي الصور تبينين الاغلفة الواقية بالنسبة للاجهزة كذلك اتسربت بعض مواصفات هذه الاجهزة بالنسبة للنوفا 5 برو او 5 يأتي بمعالج الهاي سيليكون الكيرن 980 مع ذاكرة العشوائي 6 او 8 مع ذاكرة التخزين 128 او 256 ذلك يأتي هذا الجهاز بشاشة مقاس 6.39 فل اج دي بلاس منه اومليد وهذا الشيء جدا ممتاز مع بصمة داخل الشاشة هذا الجهاز سيأتي بكاميرا طولية حسب ما موجود بالاغلفة الواقية للجهاز الكاميرات الطولية تكون بالخلف واحدة من الادسة بدقة 48 ميجابيكسل هاي تكون عدسة اساسية لكن الباقيات توقع 1-200 ميجابيكسل والباقيات اما 8 او 12 الكاميرا الامامية اما 24 ميجابيكسل او 32 ميجابيكسل البطارية تكون بقدرة 4000 امبير وتدعم الشحل السريع بـ 44 واط هذا شيء جدا ممتاز ممكن ان يشحن لك لـ 70% بأقل من 30 دقيقة طبعا كذلك هذا الجهاز يحتوي على منفذ السماعة 3.5 الشاشة تكون طولية من الامام من الخلف لكن ما اذكره بالضبط انه راح تكون بها نوتش او مكان الكاميرا الامامية او تكون كاميرا متزلقة نفس ما وجود الاجهزة المتوسطة اللي اعلنت عنها قبل فترة هذه المواصفات تقدر تكون مش شابهة للنوفا 5 اي او النوفا 5 اذا كان النايفا 5 بروت الشابهة بالمواصفات عدا انه راح يكون المعالج هنا يكون المعالج قوي فلاكشب وهنا يكون معالج المتوسطي ممكن 710 من هاي سيليكون كيرين او غير معالج يمكن راح تطرق معالج جديد بالنسبة الهاي سيليكون كيرين طبعا هذي اغلب مواصفات هذا الجهاز بالتسريبات انه جهاز سوف يتم اعلانه بنهاية هذا الشهر السعر غير معروف باللبط لكن من 350 دولار الى 500 دولار راح يكون نسخة الفايف برو بنهاية الفيديو اذا عجبك الفيديو اضغط لايك اذا ما مشترك بالقناة تشترك بالقناة اياكم مرتضج اليحاوي وفي امان الله